دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مرحلها الأخيرة وفق تصريحات أمريكية متواترة تؤكد إنجاز تسعين بالمئة من الاتفاق ورغم التفاؤل الأمريكي تسير الهدنة على أشواك تهدد جهود الوساطة في ظل استمرار حدة الخلافات حول الأسرة ومحورين نتساريم وفلادلفيا فيما فتح البنتاجون الباب أمام إمكانية نشر قوات حفظ السلام في القطاع ضمن بنود الاتفاق على أطراف أصابعها تغف المنطقة مترقبة المخاض العسير لمفاوضات وقف النار في غزة وفي جبهة القتال الأصابع على الزناد تأخبا لما ستسفر عنه تحركات اللحظات الأخيرة في أفق الصفقة العالقة تفاؤل أمريكي بقرب الحل وحديث خافت عن إتمام تسعين بالمئة من الاتفاق وبينما تبقى من تفاصيل يكمن الشيطان مترصدا إذ تتسع حدة الخلافات حول تبادل الأسرة وتموضع قوات الاحتلال في القطاع في الخطوط العريضة للصفقة يتحدث مسؤولون في الإدارة الأمريكية عن انسحاب الاحتلال من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المرحلة الأولى على أن يكون الانسحاب كاملا في المرحلة الثانية وبموجب الاتفاق سيتم السماع بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة بما في ذلك 50 شاحنة وقود وكذلك المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض ويعادة تأهيد البنية التحتية على خط مساعد الاتفاق دخل البنتاجون فاتحا الباب أمام إمكانية نشر قوات لحفظ السلام دون مشاركة القوات الأمريكية غير أن التفاؤل الأمريكي بحياء الصفقة سرعان ما يتلاشى على إقاع نغمة التسويف والمماطلة التي يتقنها رئيس وزراء الاحتلال الذي شذ عن الموقف الأمريكي بنفيه حدوث تقدم في المفاوضات ويراه النتنياهو الغارق في بحر دماء غزة على عامل الوقت فكلما ضاغت عليه الخيارات حرب إلى الأمام مرة بعرغلة المفاوضات وتلغيمها بالعثرات ومرة أخرى بتوسيع الجبهات في حرب لا نهائية التي اختار المضي فيها حتى أصبح عبئا على الكيان وداعميه ومع إصرار إدارة بايدن على الصفقة تترقب الأنظار أي طريق سيسلك رئيس وزراء الاحتلال هل يذعن للواقع الذي يرفضه ويسلك مجبرا مسار المفاوضات حتى إبرام الصفقة أم يصب مزيدا من الزيت على النيران المشتعل في غزة والضفة ويشعل فتي الحرب شاملة تتعدى الحدود في المنطقة الموعودة بالجمر والنار وتعليقا على تصريحات الإدارة الأمريكية حيال التوصل لصفقة رغم استمرار الاحتلال في تعنته وفرص التوصل إلى إبرام اتفاق نهائي قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي خلال اتصان في نشرة سابقة هذا التفاؤل المصطنع يستخدم باستمرار للتغطية على حقيقة أن إسرائيل ترفض الوصول إلى صفقة ونتنياهو الذي يعرق للصفقة أربع مرات قدم الأمريكيون عروضا وأربع مرات قبلتها المقاومة الفلسطينية وأربع مرات خربها نتنياهو ومع ذلك تخرج الإدارة الأمريكية وتدعي أن الجانب الفلسطيني هو الذي أبطر المفاوضات الصورة واضحة كالشمس إسرائيل لا تريد الوصول إلى اتفاق خطب أي نتنياهو الذي سمعناهما باللغتين العبرية والإنجليزية كان واضحين كالشمس لا يريد أن ينهي الاحتلال لغزة يريد أن يبقى في غزة لا يريد أن يخرج قواته من محور فلادلفيا لا يريد أن يخرج قواته من منطقة نتسريم ولا يريد أن يخرج من معبر رفع هذا المجرم نتنياهو الذي يمارس جرائم الحرب يريد أن يبقي جيش الاحتلال في غزة وبالنسبة له لا أفق لأي اتفاق ولا يعبأ حتى بحياة الأسرع الإسرائيليين وقبل قليل بالمناسبة جيشه في الضفة الغربية في منطقة بيتا في منطقة نابلس أطلق الرصاص على مناشطة متضامنة أمريكية وأصابها في رأسها وقتلها اليوم نريد أن نسمع ما الذي سيقول بايدن وإدارته الأمريكية عن قتل الجيش الإسرائيلي لأمريكية أخرى جديد ترجمة نانسي قنقر